اشتركوا في القناة المشاهدين في قناتي حواريات الطب والأدب والقناة الثانية اللي هي الطب والجميع يسألون عن معالجة فقر الدم بالغذاء فقر الدم طبعا النوع واحد اللي هو نقص الحديد لانه فقر الدم ادنى انواع عديدة اهمهم واكثرهم شيوعا هو نقص الحديد نقص الحديد الارون ديفيشنسي انيمي يسموه معالجة بالاغذية فقط وليس بالادوية رح نتناول فقط هذا الموضوع وانتبهولي جيدا لانه كثير من الناس الغير متخصصين ده يدخلون نفسهم بهذه الامور وكذلك الذين يدعون انهم خبراء بالاعشاب دجلوا على الناس ويدجلون وما زالوا يدجلون فهذه ايضا اقول لمرضايا واقول لمن يسمعني ومن يشاهد هذا الفيديو احذروا من هؤلاء انا ما اقول كلهم لكنه نسبة كبيرة جدا منهم هم دجالون بغرض جمع الاموال فقط فارجو ان تنتبهوا لهذا الامور التي ليس لها اثبات علمي ولم يثبت فعاليتها او فعاليتها في العلاج لا تنتبهوا لها ولا تتقربوا لها تماما واحفظوا اموالكم في جوبكم الاغذية التي تساعد في علاج فقر الدم اهم مصدر الحديد هو اللحوم الحمراء والدواجن طبعا الدواجن البلدية تكون افضل اكيد لكن اللحوم الحمراء هو المصدر الاول احنا طبعا اكثر الشعوب يمكن ما يقدرون انه يوفرون اللحم الاحمر او الدواجن او الكبد يعني نوع الثاني لكن ممكن الباقيات يدبروها لكنه احنا نقول بشكل عام يعني كيف تعالج فقر الدم بسبب نقص الحديد الاول الغذاء الاول والمهم والغني بالحديد هو اللحوم الحمراء والدواجن والكبد الكبد كبد يعني الذبيحة اللحوم الحمراء ليش تكون غنية جدا لانه بيها الهيموغلوبين يعني بيها حديد مخزون نفس الهيموغلوبين اللي موجود في دم الانسان تقريبا نفسه فلذلك النسبة وهذا سريع الامتصاص طبعا بالامعاء لذلك ما رح يكون فقد به هواية مثل ما رح نشوف به العناصر العفو الأغذية النباتية الكبد طبعا شافوا انه كل مئة غرام بستة او نص ملغرام من الحديد ستة ونص ملغرام من الحديد نجي الى المصدر النباتي اللي هو الأوراق الخضراء الأوراق الخضراء مثليش؟ مثل السبانغ مثلا القرنبيط ايضا او يسمى اللهانة او الكرنب طبعا المشكلة بهذه الأوراق الخضراء أكو مادة يسموها الأوكزالات الأوكزالية طبعا هذه مصيبتها انه تقلل من امتصاص الحديد في الامعاء لذلك هذه المصادر ما تعتبر جيدة جدا للحديد لعنصر الحديد لذلك العنصر الحيواني طبعا هو الأهم قلنا السبانغ والقرنبيط والهندباء يسموها الخضراء او غيرها وكل الأوراق الخضراء تقريبا المصدر الرابع هو البذور والمكسرات شافوا انه حب اليقطين او بذور اليقطين اللي احنا نستخدمها على الكرزات شافوا انه شوف النسبة جدا عالية اكثر حتى من الكبد 100 غرام بحب اليقطين او بذور اليقطين شافوا بها 8 ملغرام من الحديد القاجو تعرفون القاجو بكل 100 غرام ب6 ملغرام من الحديد وكذلك الفستق الحلبي ب3 ملغرام وحب الشمس حب دوار الشمس هذا اللي يستخدمه يومية ب4 ملغرام اذا هذه المكسرات والبذور عنصر تعتبر جيد للحديد واعتقد موجودة في كل بيت وفي كل مكان ومقدور عليها المصدر الاخر حتى منطيع الفيديو هي الاسماك والمأكولات البحرية طبعا هاي تشمل التونة السرطان الجنبري اخوانا المصريين احنا نسميلي ما ماكل يعني لحد الان والاسماك البحرية من السردين وغيرها هذه هي مجمل الاغذية اللي ممكن تفيدنا في معالجة او الحماية من مرض فقر الدن بسبب نقص الحديد احنا ما نتحدث عن نقص الفيتامينات او نقص البروتين او غيرها لحد هنا راح نتوقف حتى تكون الفيديوهات قصيرة وانشارا نلتقيكم بفيديوهات اخرى وشكرا جزيلا لكم